خلوني أروح لجو رائع في أسوان محافظتي الصديقة الحبيبة النهاردة انطلقت فعاليات المهرجان الدولي السادس للتمور المصرية في محافظة أسوان تحت رعاية فخمة الرئيس عبدالفتاح السيسي وبالتعاون ما بين وزارة التجارة والصناعة من جهة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي وطبعا محافظة أسوان المهرجان اتعامل فيه معرض بيضم 74 جناح شارك فيه 114 عارض بيمثلوا 10 محافظات مصرية 4 دول عربية وهم الإمارات والسودان والأردن وليبيا طبعا ده إلى جانب مشاركة أكتر من 80 من كبار المشترين والمصدرين وممثلي كبريات سلاسل التوزيع في مصر احنا معنا على التليفون سادة اللواء أشرف عطية محافظة أسوان أهلا 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 يا فندم أهلا بحضرتك إزايك يا أستاذ إزاي حضرتك يا سادة اللواء إيه الأخبار كله تمام؟ حضرتك يعني قلت كل المعلومات لا ده أنا عايز بقى لأن معلومات دي موجودة يا فندم لكن عند حضرتك زي ما يقولوا كده إيه لب الموضوع هذا المهرجان يا فندم الدولي للتمور أهميته إيه؟ يطرحنا بننتج قد إيه ونصدر قد إيه للعالم بيهم الاقتصاد المصري إلى أي مدى؟ طبعا أنا يعني في البداية بشكر جدا حضرتك عايز أقول نحن أفضل قاني يوم من الأيام اللي احنا فعلا يعني كنا سعداء بيها جدا جدا في محافظة أسوان يعني قد إيه لما بيكون فيه مهرجان بيبقى تحت رعاية السيد الرئيس عبتاح السيسي بياخد أهمية وأهمية كبيرة جدا وعايز أقول أن كان موجود معانا يعني كان فيه المشاركة كانت على أعلى مستوى وكان موجود في دكتور عبدالوهاب زايد الأمين العام لجاء القليفة الدولية وكان موجود معانا الثايد اللي وقع كان حرب محمد زملوت محافظة الوادي الجديد طبعا وفيه مجموعة كبيرة جدا من المشاركات الوسعة بالنسبة لنا من الدول باء الصديقة والسلك الدبلوماسي ومجموعة كبيرة من العلماء والباحثين ووزير الصناعة كان معاك وعلى مؤزن معايا الوزير أحمد سمير ده يعني ده حضرتك يعني ده الأساس يعني كان موجود طبعا مونز أحمد سمير ووزير التجارة والصناعة ومن البداية يعني احنا يمكن اخذنا اليوم من الساعة سبعة الصبح لأن احنا مرينا على المنطقة الصناعية ويعني افتتاحنا أربع مصانع ومرينا يعني كان يوم طويل جدا ولكن طبعا احنا بنكلم عن المهرجان التمور وبنقول لحضرتك أن فعلا هذا المهرجان باعتبره زي انطلاقها بالنسباننا يعني ده يبقى أسس بالنسباننا يعني إن شاء الله مرحلة واعدة للانتقال بقى من مرحلة الزراعة والتجارة التقليدية خالص إلى مرحلة بقى من زيادة يعني السيمة المضافة وثيمة الانتاج المتقصص والتعبئة والتغليف والتصنيع ويبقى عندنا منتجات متناسب كافة أصناف الطمور لأن احنا عندنا الطمور عندنا الطمور الجافة والنصف جافة اللي احنا ممكن يتم فيها تصنيع ويخش في مرحلة يعني ما بعد التصنيع اللي هو مرحلة ان احنا بنشتغل على على سكر الطمور وعلى والكحول ومسحوق الطمور يعني ما كده ان احنا بنشتغل على الطمور بشكل مختلف عن الزراعة العادية التقليدية وطبعا ده بيعمل بالنسباننا قيمة مضافة جدا وبرضو بيمثل بالنسباننا برضو التصمار يعني غير برضو مصبوخ لان احنا بنشتغل مع مستثمرين ومنتجين ومصدرين وطبعا كان لازم يعني برضو هذا المهرجان ادنا فرصة كبيرة جدا لان في ممثلين لدول كانت موجودين زي ما حدثك قلت كده ان فيه يعني موجود معنا اربع دول عربية الامارات والسودان والأردن والليبيا بالاضافة لعشر وحفظات طبعا فمحفظة من مصر يعني فطبعا ده شيء عظيم جدا بيتم على ارض اسواع فكان لازم نعرف كل المجموعة اللي موجودة دي كلها بالكامل اهمية المنتجات بتاعتنا المنتجات الطمور وخصوصا ان هي ذات جودة عالية جدا وجودة فائقة وليها قيمة قصدية كبيرة جدا وطبعا مع دعم غير محنوط من خليفة دولية عايز اقول لحضرتك ان احنا يعني فعلا هتبقى ان شاء الله بداية لزراعة النخيل بشكل متميز جدا ومحافظة هتبقى من المحافظات الوعيدة في هذا المجال بس عايزين برضو فندم نحافظ على الفصائل المصرية انا عارف انه اغلب النخيل اللي بيزرع دلوقتي البرحي على سبيل المثال وفيه نوع تاني برضو كده ما بفتكرش اسمه بس في نخيل بقى اللي هو مصري اللي هو الزغلول والامهات والسماني حاجة بتاع الزمان طبعا يعني ده موجود وده موجود بس احنا بنكلم برضو على الاستثمار في هذا المجال طبعا اول دايما كل تذكرنا كله على ان في عندنا الصمر الاسواني والخشاف اللي في شار رمضان اللي احنا بيتوزع على محافظات مصر كلها من اسوان في الغالب يعني لان ذاتها جودة عالية جدا لكن النهاردة احنا بنبص بقى من وجهة نظر التصنيع والاستثمار وبرضا عايزة حضرتك طبعا ان دلوقتي يعني كل اللي مشتغل في الفترة الحالية دائما ما بيبصوا قدام خطوتين بيشوف امتى عنده امكانية للتصدير احنا الفكرة بحد ذاتها ان كان يعني معروف ان احنا دائما ما بنبص على على الطامر على اساس النوع منتج موجود جوه شكاير وبيتوزع بشكل او باخر ولكن لما نشوف زي يتصدر ويبقى قيمة مضافة وفعلا المنتج ده لما بنهتم به وبنغلف كويس وبنحافظ عليه بشكل متميز وبنتصدره فعلا بشكل يليه بالدولة المصرية بيبقى العقد بتاعه كبير جدا طبعا صحيح 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 اشكرك جدا نسيت اللي هو على هذا الجهد المبزول تحياتنا لسيادتك وتحياتنا لكل اهالينا في محافظة اسوان صحيح صحيح اللي هو اشرف عطية محافظ اسوان الف 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 شكر الشتة داخل واسوان اليومين دول تبقى حتة سكر تاني اللي ما سافرش اسوان هو مش ما تفسحش في مصر هو بجد بجد ما شافش بلد حلو اسوان والله مدينة عالمية بكل المقيس